اشتركوا في القناة 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 اكدت 15 منظمة حقوقية امس في بيان مشترك انه على سلطات الجزائرية لالتزام بوقف وانهاء هجماتها بحق المجتمع المدني السماح للمنظمات المستقلة بالعمل بحرية ودون قيود وذلك تزامنا مع الزيارة المرتقبة لمقرر الامم المتحدة الخاصة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الفترة بين السادس عشر والسادس والعشرين من سبتمبر الجاري زيارة كان قد تم تأجيلها من طرف السلطات الجزائرية لأكثر من عام مارست خلالها السلطات قمعا مكثفا للحرية الاساسية من بينها حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات تم امس الخميس تنصب عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجماركي خلفا لنور الدين خالدي الذي انهيت مهامه بخوش الذي شغل مهاما عسكرية وأمنية عديدة من بينها مديرا سابقا للعلاقات الخارجية والتعاون في وزارة الدفاع الوطني إلى أن تم تقيته إلى رتبة لواء في جولي 2022 في أخبار معتقل الرأي يواصل معتقل الرأي إبراهيم الإعلامي في إضرابه عن الطعام ليومها الثالث والأربعين وهو في حالة صحية خطيرة فيما وصل محمد جلوت المدعوم ملياني معركة الأمعاء الخاوية ليومه العاشر نذكر أن ملياني تم اعتقاله يوم الخميس الرابع والعشرين من أوت الماضي بعد أن تمت مداهمة منزله العائلي في بودوه من ترفي عناصر الشرطة وتم اتهامه بتهم ثقيلة منها جناية استعمال تكنولوجية الإعلام والاتصال الإشادة بمنظمة إرهابية وجنحة نشر أخبار كذبة من شأنها المساس بالأمن العام والنظام العام أدى وأفد موقع الحجرة عن تعرض الناشط الحراكي سليم بونطيرو أول أمس للاعتقال من طرف رجال بالزي المدني ليتعرض للاختفاء قصريا منذ ذلك الحين وقد تعرض بونطيرو حسب شهود عيال لتوقيف بالقرب من منزله العائلي بحيث تمائة مسكن ببجايا ليقتاد أو ليقتاد بعدها داخل سيارة مدنية ومنها إلى مكان مجهول وانقطع تواصله بأسرته حتى الآن لا يزال مصره ومكان وجوده مجهولين يذكر أن بونطيرو ناشط في حراك بجايا وقد أوقف من طرف مصالح الآن عدة مرات كما صدرت ضده أحكام قضائية بسبب نشاطه في الحراك في شأن المغاربي وإلى ليبيا حيث قال المسؤول عن عمليات المساعدة في الصليب الأحمر تام الرمضان قال اليوم أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد وأصفرت عن سقوط ألف القتلى والمفقودين في نهاية الأسبوع الماضي وتحدث الهلال الأحمر الليبي أمس عن حصيلة مرعبة قد يتجاوز عدد الوفيات فيها 11 ألف شخص بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20 ألف وأصفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء وانهيار جسور وضمار واسع في شبكة الطرقات لمدينة درنة وجوارها كما تكثف أو تكثف فرق البحث والإنقاذ المحلي والأجنبي جهودها للبحث عن جينة وانتشال ودفن الجتة المتنافرة في المدينة كما حذر المسؤولون في المدينة من خطر تفشي الأمراض والأوبئة بسبب انتشار الجتة هذا وظهرت صور وفيديوهات منتشرة عبر مواقع التواصل الاشتماعي تظهر جوتة تطفو على سطح البحر بعد أن جرفت هالسيول إليها ترجمة نانسيول إليها وحول زلزال المغرب أقرى الدوان الملك في المغرب تفعيل خطة فورية لإيواء المتضررين وإعادة أعمار المناطق البنكوبة جراء الزلزال الذي درب البلاد يوم الجمعة الماضية قدر عدد المباني المتضررة بنحو خمسين ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا يشمل البرنامج مبادرات استعجالية لإيواء مؤقت وخصوصا من خلال السياغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنايات مقاومة للبرد وفي موازات مع ذلك ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم مغربي أي نحو 3 ألاف درهم أو دولار للأسر المعنية ولإعادة الإعمار تقرر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم أي نحو 14 ألف دولار للمساكن التي انهارت بشكل تام و80 ألف درهم نحو 8 ألاف دولار لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا في الوقت الذي كان كثيرون يتساءلون أيضا عن مصير أيتام زلزال الحوز أعلن بلاغ الدوان الملكي منح هذه الفئة من المتضررين من الزلزال صفة مكفولية الأمة دعيا إلى إحصائهم والتكفل الفوري بهم نبقى في شأن المغاربي دائما حيث أعلنت وزارة الخارجية التونسية بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس أن وفد لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي غير مرحب به في تونس بعد أن أعلن عن نيته القيام بزيارة إلى البلد لمقابلة عدد من ممثلية الأطراف السياسية المغارضة ومنظمات المجتمع المدني وذلك في دل انتقادات سياسية حادة وجهتها اللجنة وممثلوها الأحزاب اليسارية الأوروبية في السابق لواقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس وتأتي هذه الزيارة في إطار بعثة لاتقص الحقائق أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس أبريل 2022 عندما كان البرلمان قلقا بشأن التراجع السياسي والحقوقي في تونس وبشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسانة أعلنت السلطات المكسيكية أن 11 شرطي أدين بقتل 17 مهاجر من أمريكا الوسطى بإطلاق النار عليهم ثم إحراقهم قرب الحدود مع الولايات المتحدة قالت النيابة العامة في بيان أن المدعى العام تمكن من إدانة 11 شرطي بالقتل العمد في حين أدين شرطي آخر بإساءة استخدام السلطة ومن المقرر أن تصدر في الأيام المقبلة العقوبات بحق المدانين الذين يواجهون فترات سجن يمكن أن تصل إلى 50 سنة وفي الثالث والعشرين من جنفيا 2021 أعلن مكتب المدعي العام في ولاية تامولي باسا العثور داخل شاحنة محترقة على بقايا بشرية متفحمة تعود لتسعة عشر شخصا غالبيتهم مهاجرون من جواتيمالا وصلوا إلى المكسيك في محاولة لدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني نهاية الموجز شكرا لكم على كرم المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر